نهني الشعب اللي بحلول عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير طبعا حلقتنا اليوم نشرح فيها على الأضحية طبعا قلنا نلاحظوا الحيوان إنه ما يكونش هزيل بين عليه علامات الهزال وهي أحد العلامات إنه يتكون مرات فيه إصابات بكتيرية والله فيروسية أو طفولية عامة حركة الحيوان ومظهر الخارجي وإنه ما يكونش هزيل وإنه ما يكونش فيها عيوب يعني الأضحية يجب إنها تكون خالية من العيوب إن العرج أو تكون إنها العين مفقوعة أو يكون إنها القرن ماشي كلها أو الأدن تكون أكتر من نصف ماشية فهذه كلها عيوب يجب إنها لا تكون في الأضحية بعدين نجو للكشف بعد الدبح الكشف بعد الدبح أول ما نلاحظوا الدهون اللي هي تحت الجلد إنها يجب إنها ما تكونش فيها إصفرار عام في الدبيحة والإصفرار هذا العام يأما يكون مرضي أو يكون غدائي المرض يناجم عن إصابات إما تكون في الكبد نتيجة الإصابات البكتيرية ولا الفيروسية ولا الإصابات الطفيلية في الكبد فبيرد عليه قنوات الصفراء بيصير انسداد في قنوات الصفراء ويطلع اللي هو البليوروبن والبليفيردن الصبغات هذه في الدم وتمشي للدبيحة تتلون باللون الأصفر يا إما تكون الإصابة تانوية شن هي الإصابة تانوية ناتجة عن أمراض التحلل الدموي اللي هي زي البستوريلا شو بتدير البستوريلا هادي بتحلل كرات الدم وكرات الدم هادي فاها الصفغات اللي هي البيريفيردن والبليوروبن تطلع الصفغات هادي على الجلد والأغشية المخاطية اللي هي للعين فالدبيحة تكون مصابة بشكل عام يا إما باليرقان أو تلوت بأعشاب معينة كيف نعرفوا إن هذا من أعشاب والله من اليرقان طبعا اللي لما تكون مصابة نتيجة تدون أعشاب نتيجة تأكل أعشاب معينة تحجز الدبيحة 24 ساعة في تلاجة مبردة عند 1 إلى 4 درجة مئوية خلال 24 ساعة مسلطة لها إضاءة الفلوريسينت هادي لو اختفى اللون معناها هذا غدائي نتيجة تلاول تناول عشبة معينة ولو ما اختفاش اللون يصبح هذا مرض اليرقان وفيه هناك تعدم الدبيحة لا تتناول الدبيحة يعني يتم إعدامها تاني شيء بنشوفوا الحالة العامة للدبيحة لما نلقاها لو تلاحظوا طبعا هذا جديد هذا جدي لكن ليه نعضاه ميبان وضعيف هنا يعطيني مؤشر ربما يكون فيه علامة مرضية اللي هي تنعكس حتى في اللحشات الداخلية لما نجون نشوفوا الكبد والريا من القوش فيها آفات تغيرات في الملمس ما فيش تغيرات يعني دارانات مثل دارانات السل نلقاها حبيبات زي حبيبات العدس بيضاء اللون هذا مرض السل كذلك في الريا مرات نلقى حبيبات ومادة صديدية حبيبات سلية بيضاء اللون هذا يعطينا انطباع لأنه موجود في مرض السل موجود عموما أي آفة في الريا وفي الطحال وفي الكبد نلقاها منتشرة في جميع الأحشات الداخلية هنا تعدم الدبيحة لاش لأنه صار فيه خش الفيروس ولا البكتيريا للدم وصار فيه حمى وصار فيه فساد للأحشات الداخلية وهنا حتى عملية النزف ما تتمش بساكل صحيح وعملية التيبش الرمي اللي هي ما تتمش بشكل صحيح لو ما تمش النزف بشكل صحيح حيزيز للعد البكتيري داخل الدبيحة وكذلك عملية التيبش الرمي اللي هو الريغار مورتس لو ما تمش بشكل صحيح هتصبح هنا الوسط غير حامضي لما يبدأ الوسط قلوي يسرع فيه نمو البكتيريا لكن أهمية التيبش الرمي أنه يعطي وسط حامضي ضعيف لا يسمح بنمو البكتيريا وهنا لو ما تمش النزف كويس وعملية التيبش الرمي ما تمش كويس تعدم الدبيحة بالإضافة إلى الهزال الهزال العام واضح أنه هزال صار فيها هزال وواضح أنه فيه آفات داخلية في الأحشاء ومرات نلقاها حتى في الرأس تقرحات في اللتة واللسان ومرات حتى تلون اللسان باللون الأزرق وهذا دليل على مرض في روسيا اللي هو نقولوله بلوتانج اللي هو المرض اللسان الأزرق مرات نلقه فيه حويصلات في اللي هو اللسان واللتة والتجويف الداخلي نتاع الفم هذا يدل حتى هو على مرض الـFMD اللي هو الفوداند ماو الديسيز مرض الحمى القلعية وكيف نعرف ونتأكد منها نلقى فيه حويصلات كذلك في القوائم وهذا شيء مرض فيروسي ومرض مشترك ينطق للإنسان في الحالة هذه تدبح الدبيحة تعدم الدبيحة ونلقى حتى انعكاس للمرض هذا نلقى لداخل الأحشاء بالإضافة للأفات الموجودة في الرأس تجويف الفم بالإضافة إلى القوائم نلقى انعكاس حتى على الكبد والرية والطحال نلقى فيه انتفاقات نلقى فيه مرات تقرحات صديدية هذا إلى جانب الهزال العام في الدبيحة هذا تعدم الدبيحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبعاً عطينا لمحة عامة عليه كيفية اختيار الدبيحة قبل عملية الدبح وبعد الدبح كيف نكشف عليها عموماً نجون نتكلموا بشكل عام إذا القينا طبعاً فيه حاجة تانية ما تكلمناش عليها اللي هي الديدان الشريطية الديدان الشريطية ديك غالباً تكون في الأبقار الديدان الشريطية غالباً تكون في الأبقار وتكون وين؟ تكون في العضلات اللي جاهها ولود دموي هلبة زي عضلات الفكين زي العضلات الهيكلية زي عضلات القفص الصدري فلازم ندير فيها قطاعات طولية باش نشوفوا حويصلات بيضاء للديدان الشريطية وهذه تكون واضحة لو القناة في جزء معين بس ناخد معها جزء سليم ونعدموه بطريقة الحرق ولا الدفن لو القناة منتشرة في العضلات كلها مصاحبة لهزال في الدبيحة تعدم الدبيحة عامة عامة وإحنا اللي يهم المواطن إن أثناء الكشف قبل الدبح مهم حركة الحيوان أي علامات في السوف أي هزال بعد الدبح ما نلاحظوش فيه آفات كتيرة في الحشات الداخلية وهزال عام في الدبيحة وزي ما قلنا عملية الديدان الشريطية لو القيناة إصابة موضوعية باش ما نسبوش حتى خسائر اقتصادية للمواطن لو القيناة إصابة موضوعية بسيطة ناخد معها جزء من السليم ونتلفها بطريقة الحرق ولا الدفن لكن لو القيناة الإصابة في الحشاة عامة وكاترة مصاحبة لهزال في الدبيحة تعدم الدبيحة باش نحافظوا على صحة المواطن والمستهلك وكل سنة ونطيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته